اشتركوا في القناة اتصلنا على منسق اعمال الشيخ حسن فرحان المالكي لكي يأتي على هذه الطاولة لناظر الشيخ خالد الوصابي لكن منسقه اتصل على الشيخ خالد الوصابي ورفض الظهور على قناة صفة تحديدا لكن اي قناة اخرى فهذا جاري التنسيق معه رغم انني قمت بالاتصال بالمنسق وقال يمكن ان يخرج الشيخ المالكي من الرياض ويكون الشيخ خالد في الستوديو او عرضت عليه ذلك ايهما التسجيل موجود لدينا ونحن ننتظر ردا من منصقه ومن الشيخ المالكي لالقاء المزيد على افكاره واطرحاته وكتبه الذي اصدرها وروج له شهد الكرام نبدأ هذه الحلقة من كلمة سواء على الهواء مباشرة بعد اشهر يعني من صفر الشيخ خالد الوصابي ونبدأ بذات الموضوع الخاص بشيخ حسن فرحان المالكي وهو الفرق بين الصحبة والصحابة وغير ذلك او نقول يعني الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية ومن هو الصحابي في تعريف اهل السنة وعلى مذهب دين الشيعة شيخ خالد لو بدأنا بداية عشان وقت الحلقة اصبح ساعة يعني ما هو الضابط للتفريق بين الصحبة اللغوية والشرعية وهل يشترط لكون الشخص صاحب شرعا اه ان يكون مؤمنا ام يشترط ان لا يعصي ام ان لا يخطئ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تسليم كثيرا مزيدا مباركة للاهو الدين اه ليعلم الاخوة المشاهدين الكرام ان الموضوع هذا الذي فتحنا موضوع الصحابة كان يعني عبارة عن جواب عما اثاره حسن فرحال مالكي سواء كان من كتبه التي الفها حول موضوع الصحبة والصحابة او ظهوره في بعض القنوات الفضائية من اثارة الموضوع الذي ادعى فيه التجديد الشيعة زمان كانوا يقسمون الصحابة الى قسمين الصحابة عدول والصحابة غير عدول وبهذا لم تمضي نظريتهم عند اهل السنة ولم يقبلوها لم يستسر اهل السنة ان يقولوا هناك صحابة عدول وصحابة غير عدول على الصحابة كلهم عدول جميل حسن فرحال مالكي لانه وسط اجواء السنية وبين اهل السنة اراد ان يعمل انقلاب على الموضوع فقال لا يوجد الا شيء واحد اسمه صحبة شرعية صحبة لغوية صحبة لغوية اللغوية تشمل المؤمن والكافر وبهذا ليست محل المدح ولا للذنب لانها تشمل المؤمن والكافر وصحبة شرعية الصحبة الشرعية هذه خاصة ببعض الناس من الصحابة طيب خصص دولي وشال دولي لانه اراد ان يخرج بعض الصحابة اللغي لا تروق لهم من الصحبة مثل معاوية وعمر بالعاص وخالد بالوليد وترتب على ذلك انه اخرج بعض الصحابة من الصحبة مثل عباس بن عبد المطلب اخرجه من الصحابة ترتب انه اخرج الحسن والحسين من الصحابة كمان ايه من الصحابة وهو لا يدري طبعا لماذا لماذا هو يدري هو يدري لكن مكره أخك لا بطل لأنه إذا كان قاعد القاعدة إذا كان الصحابة فقط هم المهادين والأنصار طيب نريد أن نطبق على الحسن والحسن هذه القاعدة هل الحسن رضي الله عنه والحسن من المهادين لا إنما تزوج علي في المدينة وولد في المدينة رضي الله عنهما طيب هل هم من الأنصار لا إذا ما هو الحل أن يقول هم من التابعين وليسوا من الصحابة الصحبة الشرعية إذا كان ثمرت هذا الكلام أن أخرج بعض الصحابة من الصحبة الشرعية طبعا الصحبة الشرعية التي تقطب المدح والثناء هذه كانت نظرية قديمة لحسن فرحال مالكي التي بنا عليها هذه الكتب ثم لما ظهر على القنوات الفضائية رأيناه تنكر لهذه النظرية اللي سطرها في كتبه التي سطرها في كتبه وأصبحت هذه الكتب ملغية ليش؟ لأنه قال لا يوجد في القرآن الكريم لفظة صاحب ولا صحابة وهو مؤلف هذا أصلي من أصول الدين يعني مثلا جيد لا هو يريد القرآن عبارة عن تعريفات يعني لو سألناه هل الصلاة شيء مشروع ولا غير مشروع مشروع طيب جميل الأخ محمد صابر والإخوة المشاهدين الكرام ما تعريف الصلاة في القرآن مثلا صلاة شرع ولا لا ركب من أركاء الإسلام هل في لها تعريف الشرع في القرآن؟ يقول الصلاة هي أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتنختتم بالتسليم الصوم ما هو الصوم؟ أتحدى حسن فرحان المالكي أن يعرف لي الصلاة في القرآن يعني يخرج لي تعريف الصلاة التعريفي الحج من القرآن ما هو؟ الزكاة من القرآن ما هي؟ التعريفات لأن التعريفات هذه إصطلاحية ما أخوذ أدلتها من الشرع وهذا لما يؤلف كتاب الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي نسأل حسن فرحان المالكي السؤال نقول التخصيص الشرعي سميت كتابك الصحبة والصحابة التخصيص الشرعي يعني أنك عندك دليل على أن هؤلاء مسمون الصحابة من الشرع من القرآن كما طلبت المناظرين هل بنيت عليه تعريف من القرآن؟ فإن قال لا أخذت من السنة طيب أنت لماذا تطالبنا بتعريف؟ أو ألزمت ضيفك في المناظرات أن يكون لماذا ألزمتنا بالتعريف الشرعي للصحابة من القرآن وأنت لم تلزم به نفسك؟ باءكم تجر وباء نفسك إذن هو أتى للتقسيم للصحابة إلى تقسيم لغوي وتقسيم شرعي أو بتعبير المصطلح العصري الجديد عنده إلى تقسيم إيجابي للصحابة وتقسيم سلبي جميل جدا لنزبط نفس نظرية دين الشيعة في أن هناك صحابة عدول وصحابة غير عدول الشيعة أحسن منه في النقطة دي حيث أنهم أبقوا لهم اسم الصحبة وإن قالوا غيروا عدول هو أخرجهم من مسمى الصحبة أصلا أصلا ربما أنهم عاصروا النبي وآمنوا به وغير ذلك إذن نحن نأتي إلى توضيح الأخ المشاهد الكريم نعم الصحبة من حيث اللغة العربية تشمل المؤمن الكافر هذه المتفقين نحن حسن فرحال المالك علي لكن نأتي الآن إلى حيث التعريف الشرعي للصحابة من هم الصحابة عندك حسن فرحال المالك هو تورط إن قال الصحابة هم كذا وكذا قلنا ما الدليل من القرآن ما في دليل القرآن برجانا لنفي ما ألزم به مناظره أنكر أن يوجد اسم الصحابة قال أنا ما أسميهم صحابة إيش أسمهم قال أتباع ومؤمنون سيأتي الكلام إذن ما هو الضابط كما سألت للتفريق بين الصحبة اللغة والشترية هل يشترط لكون الشخص صاحبا شرعا أن يكون مؤمنا شرعا أم يشترط أن لا يعصي أم أن لا يخطئ فنحن أمام خيارات ثلاث هذه الخيارات مطروحة لحسن فرحال المالك الأول إذا قال لا يسمى صحابيا صحبة شرعية إلا بشرط أن لا يخطئ ولا يعصي فهو يفهم نظرية الصحابة بمعنى العصمة أنه لا يكون عنده الصحابة إلا معصوم إذا كان يوجد صحابي لا يخطئ ولا يعصي ماذا يريد من صحابي يريد صحابي معصوم هذا الخيار الأول هل تريد صحابيا معصوم خلاص الكلام موجه له جيد الخيار الثاني أنه لا يسمى صحابي صحبة شرعا من صدرت منه بعض الأخطاء أنه يسمى هذا الخيار الثاني أنه يسمى صحابي صحبة شرعية من صدرت منه بعض الأخطاء أو المعاصي فإذا نقول رجعت إلى كلامنا وإلى منهج أهل السنة والجماعة أننا نسميهم صحابة صحبة شرعية مع صدور بعض الأخطاء منهم مع صدور بعض المعاصي منهم مثال نبي الله آدم صدرت منه معصيا عليه وإلى منه السلام نعم هل انتفت عصمته لم تنتفي عصمته انتفت نبوته حتى الله قال فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوا نعم نأتي إلى يونس قد يجادل يقول هذا كان قبل النبوة نأتي إلى يونس بعد نبوته لا ما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقوع يونس في الظلم هل ينغي نبوته هل رفع العصم عنه إذن إذا كان وقوع الظلم والمعصي من الأنبياء لا يرفع عنهم العصمة ولا يسلبهم النبوة فيريد حسن فرحان المالكي أن المعصية أو الخطأ إذا صدر من الصحابة أن ينفي عنهم العدالة وأن ينفي عنهم الصحبة إذن الخيار الثاني إذا قال نعم هو يسمى صحابي شرعا مع صدور الخطأ منه وصدور المعصية منه نقول صدقت وإلا ماعز وقع فيه اش؟ في الزنا وأقيم حسن بن ثابت جلد في حد القذف حسن بن ثابت عندما وقع فيه حد القذف هل خرج من صحبة النبي؟ هل ارتفعت الصحبة عنه؟ لم ترتفع إذن حسن فرحان المالكي عندما يجد صحابيا من الصحابة وقع في معصية قال لا يشرط أن يكون متبعا يشرط أن يكون مقياس هذا ما هو صحيح الخيار الثالث أنه يسمى صحابيا ما دام مؤمنا وإن صدرت منه بعض الذنوب والأخطاء ولو كبار ما دام متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل الإيمان وحصول الذنوب لا تخرج عن الصحبة الشرعية نقول هذا أيضا جميل إذن ما هو الحد أو ما هو الضابط بين بين الصحبة الشرعية والصحبة اللغوية أو ما هو الذي يخرج الشخص من الصحبة الشرعية ما هو هذا سيأتي الكلام نعم إذن بهذا يتضح لن هذا السؤال أن حسن فرحان المالكي لو فهم أن الأنبياء قد تصدر منهم أخطاء أن الأنبياء قد تصدر منهم معصية طيب مثلا أضرب لك مثال هو عمل ضجة في القناة الفضائية على إيش ذكر الآية الكريمة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون قال إيش قال بعبارة قال لو قلت أن بعض الصحابة خافوا في غزوة تبوك عفوا في غزوة بد هل تقولون أني أطعن في الصحابة نقول له أليس موسى عليه السلام ولا مدبرا ولم يعقب يعني نقول إذن هل نقول لا سيدنا موسى قال إني أخاف أي فرط إننا خاف أي فرط علينا أو يضغى أو أن يضغى إذن السؤال هل خوف موسى وهروبه من الحية لو جاء واحد يقول الله عز وجل يذم موسى يعني هي التعبيرات التعبيرات الأصلية لذا حين مقابلته كمان لفرعون قالوا إننا خاف ربنا قال لا تخاف جميل لا تخاف هل هذا يطعن في موسى هل ينقص من عصمة موسى جيد إذن هو يريد أن يقول الله يطعن في الصحابة الله يذم الصحابة يا أخي هل كان هذا زمن لسيدنا موسى أبدا أبدا نقول الله عز وجل يقول للمؤمنين في غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هذا خطاب لجميع الذين كانوا في بدر يدخل فيه علي يدخل فيه جميع الصحابة كانوا في حالة الاستضعاف فقوّاهم الله ونصرهم هذا شيء بشري لكن ما نسميه أن الله يذمهم ما نسميه أن الله يطعن فيهم لكنه أراد بهذه الطريقة أن يوهم الناس أن عنده شيء ما نعرفه هذه الآيات قرأناها الحمد لله هذه الآيات الشيخ خالد أتت في أنبياء الله يعني لو جات في الصحابة الإمام عمر والإمام بكر والإمام عثمان كانوا شلوها الشيعة وعملوا بيها قصص وأفلام لو كان موسى لو كان موسى مطام أبي بكر وعمر لقدح فيه الشيعة لقالوا مثلا أضرب لك مثال الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وتخشى النس والله أحق أنت لو كان حسن فرحان ماركس يقول الله يطعن في النبي هو يخشى الناس يخاف من الناس نعم يا أخي الله يقول وتخشى الناس والله أحق أنت تخشى تخشى فلما قضى ربنا عاتبه برضو هذا يسمى خطاب عتال لك تبتغي رضاء مرضات أزواجك نعم إذن هذا لا يقدح في أسمة النبي ولا يسلب اسم النبوة لكنه يريد أن يقول عندي آيات اكتشفت آيات اكتشف ما كان يقرأ القرآن قبل ذلك لأنه في لقاء له بعد الحوار قال لقد اكتشفت آيات إيش اكتشفها يعني الرجل كأنه لم يقرأ القرآن قبل إذن إذن هذا السؤال الأول الذي ذكرته يوجد طيب الحد الفاصل هنا بين الصحبة الشرعية والصحبة اللغوية هل هو من حيث الزمان كما حددت أم يعني من حيث الزمان كان حددت أنت أم أنه خاص بمن هاجر من قبل الفتح والمقصود به طبعا كما تعلم الحديبي هو وضعاني نفسه كما ذكرت في السؤال في هذا القواعد يقول أن الصحبة الشرعية الممدوحة الإيجابية هي ما كانت من هجرة النبي إلى الحديبية فقط يدخل فيها المهاجرون والأنصار طيب جميل الآن نسأل سؤال لحسن فرح المد أنا قلنا بالله إذن حسن حسين مش مشتخلين في السؤال جميل السؤال هل العبرة الآن بالصحبة الشرعية بالزمان ولا بالأعمال فإن قال العبرة بالزمان إذن من كان من بداية الهجرة إلى الحديبية هؤلاء خلاص مهما عملوا من أفعال هم صحابة هم صحابة لا يتقذ صحابتهم لأن العبرة بالزمان وإن قال العبرة هو بالأعمال فإذن من كان بعد صلح الحديبية مستقيما على شرع الله عز وجل عاملا بمرضات الله عز وجل فهو صحابي نا إذن هل العبرة بالزمان أم بالأعمال وفي حديث عندنا ما عرفش يؤمن بي ولا لا قال هؤلاء أصحابي لما قال يؤمن بي نفر ولم يروني الواحد منهم بعشرة منكم فكذا يعني تحديد الصحبة هو النبي عليه الصلاة والسلام حددها بزمني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وددنا أن رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخوانا الذين آمنوا بي ولم يروني فحدد الحد الفاصل بالرؤية التي سيأتي الكلام إذن هنا أسئلة تأتي لحسن فرحة المالك السؤال الأول ما حكم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام منذ بداية البعثة إلى أول الهجرة مثلا هل هم صحابة ولا ليس صحابة وما حكم من كانوا بعد الحديبية ما بعد الحديبية هو أخراجهم أصلا هل ليس صحابة تمام لكن من الذين من بداية البعثة إلى أول الهجرة هل هؤلاء يسمون مهاجرين يسمون مهاجرين الذين ماتوا أو الذين لم يهاجروا يسمون مهاجرين لا هم أنصار لا إيش حكمهم هؤلاء عند حسن فرحة المالك ليس صحابة ثم بعد ذلك لف قال المهاجرون والأنصار ومن في حكمهم كلمة من في حكمهم ما تبلد عليها إذا كنا نريد المحاكمة في النص بالظبط آه ما هو الظابط لهذه طيب ليش ما تدخل ما كان بعد الحديبية في حكمهم ويسمون صحابة الكل بالظبط يعني ما قبل يدخلهم حكما ما بعد لا يدخلهم حكما إيش ما ندخلت دونه هذا محكم هذه عبارة عن نظريات انتقائية أبناء المهاجرين ليسوا صحابة كما يقول هنا أبناء الأنصار ليسوا صحابة يعني عجيب هذا عجيب طبعا ده معلوم للمشاهدين الكرام أنه عشان بسي الآيام الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان والتخلص لا أبو بكر وعمر وعثمان هو عنده صحابة لكن قضية عمر بالعاص وخالد بن الوليد ومعاوية ويريد أن يخرج الطلقاء من مسمى الصحبة لا يكون لهم شرف الصحبة فقط هذا كل الذي يريد ولو ضحى بصحبة الحسن ولو ضحى بصحبة الحسين مش مهم المهم كل المهم أن يخرج معاوية من الصحابة هذا أهم شيء حتى لو جاء في الطريق ومشى وعلى طريقه أزال الحسن والحسين من الصحابة ليسوا طبعا الصحابة هنا عنده حسن المالكي إيه من يعني مواصفات الصحابة أيوة هنا الصحابة أن يكون متبعا طيب لكن ما شروط الاتباع سؤال لا هو دلوتي أنت قلت لأنه هو الإمام أبوكف والإمام عمر وإمام أثمان هم من الصحابة طيب لماذا لماذا هم كفار لا لا هو لا يكفرهم لا يكفرهم فهمت لكن بكلم على دين الشيعة عمومة جيد جدا نحن الآن سنناقش حسن الفرح المالكي وبعد ذلك يأتي الآن السؤال فيما كان يتعلق بموضوع الاتباع أنت تقول ما ضابط الصحابة عنده يقول الاتباع تمه كم حد الاتباع نضرب مثال المثال الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الحديبية لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أكتبوا الكتاب كتب ولا ما كتب يوم الحديبية كتب لما قاله أمحو أمحو نعم لم يمحو قال لله سيع رسول الله اتبع النبي في هذه النقطة ولا لم يتبع لم يتبع إذن خالف عمر النبي إذن ليس متبعا له في النقطة فيلزم حسن فرحان المالكي أن يقول علي بن أبي طالب يخرج من الصحابة لأنه لم يتبع النبي خالف النبي في أمر نعم الصحابة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا يوم الحديبية ومن ضمنهم علي بن بي طالب وافقوا لا لم بعدين لكن في بداية الأمر بعد ما فعل هو حينما جاءت ستنا ومسالمة قبل أن يحلق النبي لم يتبع لا علي بن بي طالب ولا غيره كل صحابة قالت له أخرج هل خرجوا من الصحبة إذن جميل نسأل سؤال ما تقصد هذه بتلك سؤال ما حد الاتباع أنت تقول أن يكون متبعا للنبي كم سنتيمتر كم كم يعني نقيسه بكم يتبعه في أصل الإيمان يعني يتبعه أن يكون مؤمنا به هذا نحن موافقنا عليه تقول لا يعصي لا معصية صغيرة ولا كبيرة يعني رجعنا إلى مسألة المعصومية أنت تريد أن يكون معصوما إذن السؤال الثالث الذي يطرح لحسن فرح المجد بماذا تنتفي الصحبة الشرعية عندك بالخطأ أم بال هل إذا أخطأ الصحابي لا يسمى صحابيا حذفته من قائمة الصحبة الشرعية لأنه عامل هنا قائمة في أسماء الصحابة قائمة محدد أسماءهم هل هؤلاء الذين أحددت أسماءهم لا يصدر منهم معصية مثلا Remcedes والأنبياء قد ذكر عنهم قالت فإن كان لا يصدر منهم معصية أو تعاملوا بمبشريتهم يعني كما يقال إذا كان لا يصدر منهم معصية وأنت سميتهم صحابة إذن معصومون إذا كان لا يخطؤوا معصومون نحن نقول الصحابي قد يصدر منهم معصية الصحابي قد يصدر منهم خطأ صغيرة أو كبيرة قد يسطر من الصحابي كبيرة من الكبائر ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك أن حاطب بن أبي بلتع لما أرسل إلى المشركين رسالة ماذا أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إذن هذه نزلت فيه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فلما قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد اطلع على أهل بدن فقال عملوا ما شئتم فقد غفرتل لكن باعتبار سابقيتهم في الإسلام وجهادهم وتضحيتهم هذه الكبيرة غمسوا باخل بحار الحسنات وإذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخطاب طيب ناخد اتصال من العراق رفض ذكر اسمه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إن هذه الأمة براحة حياء الله بالراحة بالراحة فضل ورحم الله فعلكم حينما قال نحن هم مصدنا ممكن إلا خسلا فهكذا كان حال الذين من قصدنا فإذا فعلنا كما فعلوا باسا من فرقا رقم تاني أو أدها وإذا فأكنا الطريقة وزغنا عنه طلق الله علينا أنت عاستوني بس الأول أنت عاستوني يعني بالراحة طلبوا أن أجتمع دي للمستمر ولو أنهم طلبوا أن أجتمع عرضي لما رمضت عرضي في التراف ناكن أي هذا أننا اجتمع سوى الله وعرضي والله لأنكشنا في المحتفل ومكنا وحشنا ومكنا لم يطعنا في عرض النبي وهذه ديننا وهذه عهدتنا وجزاغكم الله عليكم وجزاغكم الله عليكم سلم عليكم على الشيخ خالد المصابي سلمك الله حياكم الله فضل الله يحفظكم إن شاء الله ويستر عليكم إن شاء الله يا شيخ عندي بس مداخلة في حديث الطينة هذا هذا رد على حسن فرحان المالكي اللي قال اللي جاب الحديث هذا فهذا فكاكك من النار لما يحافظ الحديث قال ما على المسلم أن يجلس ويوم القيامة يفتق بيهودي الحديث هذا وهذا ضدهم ورد على شبهتهم فما تعبقك يا شيخ خالد وبعدها أحب أن أوجدها سؤال للشيخ عمد صابر فضل وعطينا نبدأ عن عائلة حمدين الصباحي مع عراقتها بدولة الحشاشيين وجزاغكم الله خير شكرك شكرا هو أخونا معتقل وكان طوله منه في المعتقل سبق أم المؤمنين هذا حاله الأراق وقد قام الأراق ولن يعود إلا بعد أن يطهر الأراق كله من هذا السرطان حديث الطينة هو يقول أن حسن فرحان المالكي أنكر حديثا أنه يقال يؤتى بالمسلم واليهود النصراني فيقال هذا في كاك وكا من نرى طبعا الحديث الوارد في ذلك يعني اليهودي هو سيدخل النار سيدخل النار يعني سواء فوديا بالمسلم فوديا به المسلم أم لا يعني إلا على نظرية حسن فرحان المالكي لأنه لما طرحوا له في القناة الفضائية أنه يقول أن من اليهود والنصارى والملحدين من يدخل الجنة فقال نعم واستدل بقول الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم حاول أن يقول قد يوجد رجل في الهند إلا يَنَّ الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ وَعَمْدِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ عَبَدِ الْأَصْنَانِ نعم هو يقول قد يوجد مسلم في يعني معذور بالجهل فنقول له إذا كان يؤذر بالجهل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط فلماذا اشترط الله عز وجل أنه يؤمن به وباليوم الآخر ويعمل صالحا يعني من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهل هؤلاء الثلاثة يشرط فيها العذر بالجهل أم لا فإن قال نعم أسقطت دلالة الآية نعم يعني نحن نقول نعم من كان هذه الآية منسوخة هذه الآية في حق الأمم السابقة الرجل لو آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في زمنه سيدخل الجنة قبل بجيء النبي عليه الصلاة في عصر الحاضر ما هو الحل يعني قد يوجد رجل نعم ما بلغه دعوة النبي عليه الصلاة بل قد لم يعلم باليوم الآخر هذا معذور لكن سؤالنا عن يهودي ونصراني علم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل يؤذر أو لا يؤذر وسماه الله قز منه مغضوب عليهم اليهود والتنين ضلين لأنهم عرفوا الحقيقة النصارى وعادوا عنها جيد إذن هذا السؤال موجه له رجل في عصر الحاضر يعني عرف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به وهو يهودي هل يقال بأذر أم لا أما المغالطة أنه يقول قد يوجد من يعذر قد يؤذر حتى من إيمان قالنا في دين الشيعة والمسلمين السنة يروحوا في دهيا إن شاء الله ناصر السعودية السلام عليكم عليكم السلام فضل بسأل خير بسأل خير كيف حالك يا أخي محمد بخير الحمد لله تفضل السلام عليكم على الشيخ خالد الله يحب السلام عليكم بالنسبة للشيخ حسن فرحان المالكي الراغضة يقولون عندنا شيخ وأهل السنة يقولون المحقق هل هذا المحقق بلد درجات علمية في المواضع اللي حكي تضيها سواء في التاريخ أو السنة أو القرآن بينما هو في قناة وصال عشر آيات ما قدر يحفظها أو هو يجراها من اللابتوب ولا يغلط فيها هذه وحدة هو ليس حافظ للقرآن ولا يعرف عن القرآن شيء ولا يعرف عن السنة شيء هو اعتقادا رجل الحب الراغضة هو اعتقاد راغضي يدعي من السنة وتكلم عن مبخذ الرضيعة وقال انه يفكر بكثير جدا على سيدنا ومولانا معاوية رضي الله عنه ثم ان حسن فرحان المالكي له على اليوتيوب حلقة عن القرآنيون في قناة اجتهادات أو اتجاهات هو له القرآني وله بلادي ولا هو بسني ولا هو بشيعي ايش نقول لهذا الحادي ولا ايش طيب عموان سيكون معنا راح كابي انسان يقول البولي البولي لليس سعودين لدخل الجنة ما باقي اللي يقول بليس ادخل الجنة زي ما قالك الشيعة والسلام عليكم شكرا شكرا شيخ ناصر من السعودية يعني نرجو ان يكون معنا الاخ حسن الفرحان او حسن فرحان المالكي نرجو ان يكون معنا يعني حتى يرد على كل هذه الشبهات ويرد على كل هذا الكلام للشيخ خالد الوصابي وقد تحدثت مع يعني منسق اعماله فقال ربما يخرج هو من استوديوهات في الرياض ويكون الشيخ خالد عندنا هنا ربما يتحقق هذا الكلام ويريد تقدر يجيب تفويد من الحوزة كما يقال حتى لا يضيع وقتنا كما ضيع قبله من يسمون معممين وفي الاخر يقول لك لا انا مش محسوب عليهم فاصلوا ونعود اللقاء بحضراتكم اشتركوا في القناة قرن من الزمان وبعض قرن كان كل ما احتاجه اجدادنا المسلمون الاوائل ليثبوا واثبتهم ويملؤوا الارض قوة وبأسا يصنع العظماء فيها ما يجعل التاريخ يجثوا منبهرا مدونا جل ما فعلوا كانت تحصن باسور عالية تنتد لتحيط بالمدينة من جميع اركانها سلموا الفستات اهل الفستات سلموا الفستات على ان يكفل لهم جوهر السقل حرية العقيدة هذا الاصم عندما دخل الرملة استراح قليلا ثم تحرك بجيوشه الى مصر وهناك قابل جيوش المعز وانهزم قوم اذا خطوا جث التاريخ يسجل ما فعلوا نتحدث عن الديانات التي اثرت على الفكر الشيعي كيف تكونت هذه العقائد سنتحدث عن بولوس وماذا فعل بالنصارى قالوا كريشنا هو المقدس الشيعة تقدموا اقوال علمائهم على كتاب الله هؤلاء يقول الله عنهم تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة قرن من الزمان وبعد قرن كان كل ما احتاجه اجدادنا المسلمون الاوائل ليثبوا واثبتهم ويملؤوا الارض قوة وبأسا يصنع العظماء فيها ما يجعل التاريخ يجثوا منبهرا مدونا جل ما فعلوا كانت تحصن باسوار عائلية تنتد لتحيط بالمدينة من جميع اركانها سلموا الفستات اهل الفستات سلموا الفستات على ان يكفل لهم جوهر السقلي حرية العقيدة هذا الاصم عندما دخل الرملة استراح قليلا ثم تحرك بجيوشه الى مصر وهناك قابل جيوش المعز والنهزب قوم اذا خطوا جث التاريخ يسجل ما فعلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تثبت بمرة واحدة ام لابد من الملازمة وطول المكث كم عدد المرات التي يلتقي بها حتى يعني يسمى صحابيا او كم عدد السنوات او الايام او الشهور فضل من نسبة للصحبة اللغوية هذه اجمع اهل العلم كما نقل الباكلاني على اهل اللغة ان تطلق بمرة واحدة لكن الصحبة الشرعية اه الصحبة الشرعية هنا حسن فرحان الملي قال لابد من طول ملازمة نقل نقل من طول ملازمة لكن كم طول الملازمة كم حدها يعني مثلا يوم اثنين وعاوية بن ابي سفيان يعني منذ ان اسلم من فتح مكة الى ان مات النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة فتح مكة سنتين كان في تمانية هجرية ونبي توفى عشرة ايه سنتين يعني هل السنتين كافية ليطلق يعني ليأخذ يعني ليأخذ من صحابي ولا مش صحابي ايه يأخذون جنسية في بعض الدول اه في بعض الدول جنسية من سنتين يعني كم حدها يعني لو صاحبه سنتين ما يسمى صحابي وكم من كنت بالوحي جيد يعني اذا يقول هنا لكنه اراد ان ينفي اصلا السنتين لانه هذه ما تصلح معه فقال كل من كان بعد الحدوة المية لا يسمى صحابيا طب حتى لو عشرة سنتين ثلاث لا ما انا اتسأل هو الانتقائية دي جبها من ايه يعني من الذي او ما هي الادلة على تقعيدي لهذه القواعد والله لا ام ام لا نفسه كده حلم بالموضوع ده يعني واللي عنده سنة شرائي واللي عنده ادلة ليس عنده شيء الا حب ان يستفرد بشيء جديد على الناس يطلع كده عشرة استكلم عليه في فضيات جديد جديد على الناس لكن الشيء الجديد على الناس هو قد خربه الآن بنفسه يعني الغى كل هذه التقسيمات وقال لا انا اريد لفظا قرآنيا يسمي الاتباع يسمي المؤمنين اذا انا وانت من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هل يسمى صحابه طبع ما ضابط المتبع في زمن النبي ولا بعده سيقول لا المقصودي بالمتبع في زمن النبي اذا رجعت الى كلامنا يعني من لقي النبي مؤمنا به وما اتى على ذلك يعني ان يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويموت على الايمان هذا كلامنا بعد هذا فهذا تعريف الصحابي عندنا ايه طيب من لقي النبي مؤمنا فيخرج الكافر لا يسمى صحابي عندنا بالزبع وان كان يسمى في اللغة العربية ما يرود عليك يقول لك طبع عبدالله ابن بايب سلول قال حتى لو قال انا محمد يقتل اصحابه لا يقال لا يتحدث الناس الناس القرآن الكريم عندما يخاطب المؤمن يقول يا ايها الذين آمنوا عندما يأتي الخطاب للكفار يقول يا ايها الناس كفار وغيرهم الجميع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني بهذا الحديث لا يتحدث الناس لان اصلا الناس الذين ليسوا في المدينة فهمين ان عبدالله ابن باي ملازم للنبي لكنه منافق هم يحسبونه من ظن الصحابة ما يعرفون القضية ما يعرفون انه منافق ما فلو قاتل لا يوجد خصوصية التي بين الامة او بين الصحابة لم يخدم انه صاحبه لكن حكم ان الناس يتوهمون انه صاحبا له لا يتحدث الناس فتحصل ارتداد عن الاسلام او خوف من التقرب من محمد ومصحابته ان يلتبس الامر على الناس فيخلطون بين الصحابة وغير الصحابة اما رب العزة والجلال فقد نفى كون المنافقين من الصحابة قال يحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون الرجل يعجب ان يلقي شبهات شبهات طيب لم يقضيات بعض الحين تلبس متعمت او قد يكون عبارة عن صحابة يعني مثلا الاية الكريمة التي استدل بها على ان القرآن او الله يطعن في الصحابة قال انظر الى الاية في سورة الاحزاب وتظنون بالله الظنون ماذا قال 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 بعبارة ولو قلنا بعض الصحابة يوم الاحزاب شك في النبوة شوف ايش قفز بدل ما يقول حاجة اكبر يعني وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزالا شديدا في اية بعدها قال واذ يقول المنافقون الرجل قفز والذين في قلوبهم مرض ما قال المنافقين قفز وعد من فوق المنافقين الى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولو سؤ الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا على اسس يلصق هذه بالصحابة مع ان الله يقول اذ يقول المنافقون والذين في قلوب مرض ما وعد الله ورسول الا غرور واذ قالت طائفة منهم اي ممن من المنافقين لا هو لم يذكر ان هذه الآية في المنافقين هذا تلبيه سيخي تبين الله يا حسن فرحان لبسها على الصحابة ردوان الله هو بدأ بالآية وتظنون بالله الظنون ثم قال انظر الى قول الله سبحانه وتعالى ثم سئلوا الفتنة لآتوها ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا فيوهم السام ان هذه تحدث عن الصحابة هو قفز قفز قفزا متعمدا ليوهم ان هذه الآية تتحدث عن الصحابة لكن لو رجع الى قول اذ يقول المنافقون والذين فيقلوا بهم مرض ما وعدنا الله هو رسوله الا غرور واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثري بلا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدنا الا فرارة ولو دخلت عليهم من اقطارها يا حسن في المنافقين وليست في الصحابة هتريد ان تلبس الصحابة التهمة سبحان الله خطير هذا ما يجز حرام هذا حرام ايضا يعني مثلا الآية الكريمة مع ان الله سبحانه وتعالى يقول في الآية هذه نفسها يقول عن الصحابة وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِمًا فانظر بدل ما يتحدث عن الآيات يتحدث عن الصحابة يقول الله وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ ذهب لبس حق المنافقين في الصحابة أيضا الآية الكريمة مثلا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعُلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عند الله أن تقولوا مَا لَا تَفَعُلُونَ قال لو قال قائل أن الله يعني يذموا الصحابة ويمقتهم وحاولوا كررها أكثر من مرة نقول هذا خطاب عام لكل المؤمنين يا أيها الذين أمنوا فهل كل الصحابة مقتهم الله بما فيهم علي وأبو بكر وعمر وعثمان مثلا وإلى الآن وإلى الآن وكل المؤمنين إذا كانت هذه الآية تعتبر طعن فهي طعن في جميع الصحابة مش الانتقائية نقول هذه الآية نزلت في زيد ولا عمر من الناس لا يصلوا هذا ولكن هذه الآية ليست طعنا وإننا فيها تحذير وفيها دايمومة واستمرارية نحن الواحد مننا يقول الثاني لما تقولون ما لا تفعلون لما يروح يعاتب أشخاص مثلا هذا إتاب للصحابة أيضا ذكر الآية الكريمة وهي قول الله نتوقف عند هذه الآية ناخد أخونا أشرف من فلسطين السلام عليكم سيد أشرف السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يا أخفض صوت التلفزيون تسمعنا أسرع يا أشرف تفضل نسمعك بس أقفض صوت التلفزيون تسمعني أسرع تفضل تفضل يا أشرف عشان وقت البرنامج لأنهم يعني يعني ضيعة طيب الآية التي ثقفنا عندها وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضلوا إليها وتركوك قائمة هذه الآية تتحدث لو سألنا سؤالا نقول هل كان محرما على الصحابة رضوان الله عليهم أن يخرجوا وقت الجمعة والنبي يخطب كان في تشريع كان في دليل على التحريم ما كان فيه يظنون أن الأمر عادي ممكن يسمعون النبي في خطبة أخرى هذه التجارة ممكن استغلال الفرصة فخرجوا ليس بقصد كرهة سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفوا أن الحكم محرم فلما جاء التحريم هل خرجوا مرة ثانية لا لم يخرجوا إذن هو لما يأتي بهذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضلوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ويمتجار يقول الله يذم الصحابة الله يطعم في الصحابة يا أخي ما يصلح هذه الآية كانت قبل أن يكون محرم بينكر آيات محكمة في متح هؤلاء ويستشهد بمتشابئ لا يرقى إلى المتشابئ في ذنب هؤلاء هو يخصص لا نقول ينكر مثلا لما يأتي يقول كل فضل في القرآن خاص بالمهادير الأنصار من أجل إيش إخراج معاوية وعمر بن العاص وخالي بن العيد من عموم الصحابة لكن لو جئنا للآية في سورة التبوك لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم ونفسهم هذه الآية الكريمة الذين معه جميعهم نأخذ نضال من السعودية السلام عليكم عليكم السلام تفضل حياك الله حيا الله الشيخ خالد حياكم الله أخي أهلا وسهلا والله منورين الشاشة شكرا لكم قاهرين الأعداء شكرا لك يا طويل الأمر الحقيقة ودي بس أنا أعرف شي واحد طبا لك من هو أكثر يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا حسن المالك في حديث لما رسول الله تكلم عن الناس اللي يجون من بعده ويؤمنون به وهم لهم يرون وسماهم أحبابي فقالوا له الصحابة لسنا أحبابك قال لا أنتم أصحابي ما أدري إذا حسن المالكي والله العظيم النخيش من الدبن لا يفقه شي والله لا يفقه شي بس ينتقي ويقفز على الأمور مثل ما تفضل شيخ خالد يعني هل حسن المالكي يعني نحص الموضوع في كلمة متبعين وصحابة أكثر من رسول الله لا شكرا شيخ والسؤال الموجه لحسن المالكي محمود من مصر سلام عليكم وعليكم سعر جزيز محمد عليكم السلام تفضل سلامي للشيخ خالد والحمد لله على سلامتكم الله يسلمك وعلي فيك حيوضك الله الله يبارك لك رب الله شيخ خالد الحمد لله بقناة صفة ربنا أبطرني يبقى لأربع سنين متابعة لكم والحمد لله ربنا أبطرني بعمل كتاب دولة اسمه ربعة أقمامية على الشيعة الإنمانية مم فلي سؤال بس تفجبه بعد إذنك الشيخ خالد تفضل للإخوة للشيعة العقرانيين العامة الشيعة مم إذا كان سيدنا علي بن عمي طفل صنوه أعطاه منزه ولا بيل ولا بيل إرادة كونية مم وسيدنا عمر بن الخطفون كافر متد مم فكيف سيدنا علي لبنتهم مكسوم يزوجها من سيدنا عمر الكافر مم هذا هو يجال على هذا السؤال ده فقط شكراً يا أخونا محمود من مصر هو أستهزم بس لده خالد من الأعداد يزيل رقم تليفونه عشان يتبع معه بس في الكتاب اللي أنا بكتبه خدوا بالكنترول خلاص ما فيش مشكلة تفضل شكراً يا أستاذ محمود طيب نرجع يعني أخونا يعني نضال من السعودية بيقولك هل هو أعلم من رسول على أساس أن هي المسألة آخر يضال ليست يعني أعلم وأجهل إنما هي مسألة عقلانية فهم يعتمدون على العقل والهرتقة والهرتقة والتخريف والتحريف والمتشابه وغير ذلك فإحنا بنرد عليهم بما يقولون يعني من أفواهم ندينهم عايز أخونا محمود بيطرح سؤال اللي هو يعني إذا كان علي المعصوم طيب أخذ محمد من تونس السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته أخفض صوت تليفزيون تسمعني أسرع أخي محمد تفضل اللهم صلي وسلم على عليه السلام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آلي سيدنا إبراهيم تفضل أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أرجو أني عندي أمنية فقط أرجو أن تنجح الثورة في العراق أولا ثم أن يمحى كل الشيوخ الشيعة ويبقى واحد فقط وهو الفالي على من سنضحك على من سنضحك الفالي آه نعم ذلك المهرش الفالي أتعلمون قصة الحوت آه انظر وانظر إلى قصة الحوت لا إله لله لا إله لله محمد رسول الله طب عندكم شيعة في الجنوب تونس يا أخي محمد خلي بالكم نعم عندكم بيقال في حركة شيائية في تونس في الجنوب أنا اتصلت يوم السبت أنا أولا اتصلت يوم السبت وقلت لكم أنه يوجد حركة حركة شيائية في تونس طيب أحرصوها بقى نعم لديها صفحة وحاربوا فيهم دي أوليك شكرا أخونا محمد من تونس شكرا جزيلا شيخنا يمكن السؤال يعني استمعوا الشيعة الشيعة اللي هو من إذا كان الإمام عليه يعني معصوما وعنده إرادة كونية وغير ذلك كيف هو عمر كافر وغير ذلك فكيف يزوج من بهذا الحج يعني ابنته لكافر يعني طبعا ده كلام تناول نفسه فكثيرا هيرض يقولك أصلاك الجنية وكتجاة من اليمن وزار اليمن عندكم بيبعثه جن وعفريت للسنة سعيتها يعني أنا ما قد طيب فضل نكمل يعني عشان أنا عندي في حديث كرره كثيرا حسن فرحال المالك نشوف الكتاب بتاعه عشان بس إحنا في ناية الحلقة طيب سأذكر الحديث هذا مع الشيخ عبدالله الساعد في الصحبة والصحابة سويني نشوف صبر قليلا آه تمام نشوف الصفحة بعد فضل طيب هو كرر هذا الحديث على القناة كثيرا يعني أن معاوية يموت على غير ملتي وكرره فناقشه الشيخ عبدالرحمن دمشقية فسرد سندا يوهم السامع أنه صحيح مليميا فرجعت إلى كتابه هذا الذي بين يديه وهو يطلع الحديث الرابع حديث يطلع عليكم رجل من هذا الفج يقول روى البلاذري بسند صحيح انظر على عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر هو ما ذكر سند البلاذري في مقدمة لأنه لو ذكره في مقدمته لا افتضح قال عبدالله بن عمر بن عصر قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي قال وكنت تركت أبي قد وضع له وضعا فكنت كحابس البول ما خافت أن يجي قال فطلع معاوية فقال النبي هو هذا صلى الله عليه وسلم هو هذا قال أقول هذا حسن فرح المالكي رواه البلاذري عن شيخيه بكر بن الهيثم وإسحاق بن أبي إسرائيل لاحظ آه تمام خلص معروفة يعني كلمة ابن أبي إسرائيل هذه هذه من كيس حسن فرحان المالكي لأنه في البلاذري رواه البلاذري عن شيخيه عن بكر بن الهيثم وإسحاق بس وهذا ثقة كان الأول بحسن فرحان المالكي أن يضع بين ابن أبي إسرائيل بين قوسين لأنه من زيادته ليش ماذا يريد من هذا لأنه هو في عندنا إسحاق بن إبراهيم الدبري تلميذ الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني تمام وهذا يأتي بأحاديث منكرة وهو الراوي في الحديث فبدل ما يقول إسحاق ويخلي السند على ما هو سيفتضح حشر ابن أبي إسرائيل الذي وثق مكان عبد إسحاق بن إبراهيم الدبري هذا الحديث ضعيف لكن في القناة الفضائية ماذا فعل لما سئل كان أتحدث بثقة وكأنه الحديث يعني لا هو حذف بكر بن هيثم وإسحاق من أبي إسرائيل ولم يذكرهما في السند بدأ من هنا قال عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن عبد الله بن طاوس عن طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عمر سند صحيح فيهمت الآن يعني شلت نين من الرواه لم يذكرهما من السند لأنه يعرف أن مكمل الخلال ماذا يقول قال أما بكر فلم أجد له ترجمة وأنا أزيدك أن إسحاق ليس ابن أبي إسرائيل الذي ذكرته أنت ابن أبي إسرائيل وإنما هو إسحاق ابن إبراهيم الدبري الذي يأتي بأحاديث منكر عن عبد الرزاق الصنعاني وحسن ملك يعرف هذا إسحاق ابن أبي إسرائيل نعم هو من مشايخ البلاذري لكن لا يروي إسحاق ابن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق الصنعاني هو يقول أنه قوي في علم الحديث لكن الظاهر لأن قوته جعلته يستخدم التلبيس هذا التلبيس إذن يموت على غير ملتي حديث ضعيف زائد تلبيس حسن فرحي المالكي زائد تلبيسه هو لبس على الناس ليهمهم أن هذا الحديث صحيح وليس صحيحا على الإطلاق وإنما هو حديث ضعيف فكيف أوامن الناس بثقة سواء عبد الرزاق كما قلنا قديما يجمع زبالة أهل السنة التي ألقوا بها في النفاية ويستشهد بها على دينه سيأتي سلسلة خاصة بهذا الموضوع معاوية فرعون أمة هذه الأمة وأنه مكذوب موضوع وهو مصحح جميع الأحاديث الموضوعة كأنه أخذ موضوعات ابن الجوزي وبدأ يخرجها ويصحها الموضوعات التي وضعها بالجوزي شكرا شيخ خالد وكان عندنا سؤال خامس هناك صحابة شهادة نبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم ثم أسلموا هل تنتقل صحبتهم من الصحبة اللغوية إلى الصحبة الشرائية أم تزال صحبة لغوية فقط نجيب عن هذا السؤال في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية أشكره ضريفة ضفكم الكريم فضيلة شيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي شكرا لك شكرا جزيلا لك وليأخو المشاهدين الكرام في كل مكان الحمد لله السلامة ونورة مصر الله يسلمكم باري فيكم أشكره لحضراتكم حسن المتابعة وما زال عرض قائما لحسن فرحان المالك أن يأتي على هذه الطاولة كي يناظر شيخنا الكريم لعل الله يستبين الحق على يد أحد الطرفين شكرا وإلى اللقاء